تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرقية شكر وتقدير من معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب وذلك بمناسبة رعاية جلالته السامية لمؤتمر ميثاق العمل الوطني وفيما يلي نص البرقية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أتشرف أن أرفع لجلالتكم أسمى آيات الشكر والتقدير على رعايتكم السامية لمؤتمر ميثاق العمل الوطني الذي أقامه مجلس النواب بالتعاون مع المعهد الدولي للسلام بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لمثلاق العمل الوطني معربا لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم باسم جميع المشاركين في المؤتمر عن عظيم الشكر وعاميق الامتنان لما تحظى به مملكة البحرين من رعاية واهتمام رفيع وتوجيهات سديدة في ظل مشروع جلالتكم الإصلاحي وأن ميثاق العمل الوطني الذي حققته الإرادة الملكية السامية والتقى معها الإجماع الوطني من شعبكم الوفي في لحظة تاريخية كتبت بأحرف من نور ليسير بمملكة البحرين نحو آفاق واسعة للنهضة الحديثة في كافة مجالات التنمية لحاضر ومستقبل الوطن والمواطنين مؤكدا لجلالتكم عهدنا وولاءنا بقيادة جلالتكم الرشيدة مجددا عزمنا وإصرارنا نحو مزيد من العمل والإنجاز في المجلس النيابي وكافة مؤسسات الدولة في ظل دولة القانون والمؤسسات الدستورية سائلا المولى عز وجل أن يوفق جلالتكم ويسدد على طريق الخير خطاكم وأن يحفظ مملكة البحرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب